اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل الخاص بك على تطبيقك الخاص انستغرام لايت من خلال الضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم بعدها سوف يقوم بأخذنا إلى نافذة الضبط والإعدادات نقوم بالنزول إلى الأسفل نقوم بالضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بالنزول للأسفل للبحث عن تطبيقي انستغرام لايت في هذه النافذة الخاصة هنا ثم نقوم بالضغط على انستغرام لايت ثم بعد ذلك يأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة تقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها تضغط على مكان التخزين هنا ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا تقوم بالضغط على إدارة التخزين ثم بعدها سوف تظهر معك هذه النافذة تقوم بالنزول للأسفل ثم تضغط على هذه العلامة الزرقاء في الأسفل ثم بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على مساعد تخزين المؤقت وبعدها تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو